أحسن المديرين الفنيين اللي جون في تاريخ الكرة المصرية يا فاروق يعني إنت كنت تقول إنه هو حاجة كده من الكابتن طرق السليم الله أرحمه من كابتن سابة البطر لكن أنا برضو زي ناس كتير جدا إن أنت كابتن سيادة الحفيز قلته أو استقالته أو إنه كانت غير مفهومة خصوصا إن أنت ناهي الموسم بشكل كوي سيادة الحفيز معتش لدور سيادة الحفيز كان موجود علشان يستفزني أو من أجرد محمود الخطيب يقول الحقه خلاص أنا مش موجود مجدي عبدالغني يعلق على رحيل سيد عبدالحفيز ويكشف الأسباب المدوية أولو تعليق من سيد عبدالحفيز بعد رحيله عن الأهل رسالة مؤثرة للجمهير السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا بزر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على ميد جول 14 برو ماكس وسحب على ميد ألف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة مجدي عبدالغني يعلق على رحيل سيد عبدالحفيز ويكشف الأسباب المدوية علق مجدي عبدالغني نجم النادي الأهل السابق ونجم منتخب مصر على قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بشأن رحيل سيد عبدالحفيز من منصب مدير الكرة والإعلان عن تعيين خلد بيبو بدلا منه وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تلفزيونية على قناة الشمس هل رحيل سيد عبدالحفيز قال أم استقاله؟ الجميل يتحدث ولكن الحقيقة غائب عن سبب رحيله من منصبه مع القلعة الحمراء وأضافة إذا كانت استقاله كان من المؤكد أنه سيكون له منصبا آخر داخل النادي سواء مذيع في قناة الأهلية أو الاندمام لشركة الكرة بالنادي وهذا ما تعودنا عليه في الأهل الإشخاص المرضي عنهما وواصل على سبيل المثال عد القائل الذي بدأ في منصب مدير التعاقدات قبل أن يدير شركة الكرة في صفوف النادي الأهلية وزاد مدير الكرة السابق حصد مع الأهل كل الألقاف في الموسمة الحالية كما بدل مجهدا كبيرا ولكن هل سبب رحيله لوجود خلافات مع كولر؟ كما سمعنا أم لتوتر علاقته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء؟ أول تعليق من سيد عبدالحفيز بعد رحيل عن الأهل رسالة موثرة للجماهير حرص سيد عبدالحفيز مدير الكرة سابق بالنادي الأهلية على توجيه رسالة إلى جماهير قلعة الحمراء وذلك بعد إقالة من منصبه ونشر سيد عبدالحفيز صورة له عبر حساب الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلنا مش هنسى حجم الدعم العظيم ده من جمهور الأهلي ووجه النادي الأهل الشكرى والتحية للكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بعد سنوة طاولة خدم خلالها منظومة الفريق الأول كرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصر جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية واجأ ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضر الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي شاء التصريحات سيد عبدالحفيز بعد مباراة الأهلي والمصري أعلن النادي الأهلي المصري لجمعة رحل سيد عبدالحفيز عن منصب مدير الكرة بالنادي وعرض عليه لاندمام العضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ولجنة التخطيط وأقال الأهلي في بيان إن النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبدالحفيز بعد سنوة طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصر جهدي وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديدة من الانجازات المحلية والقارية وأضاف البيان أن ذلك جاء خلال اجتماع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي وأكد البيان عبر الجميع عن تقديرهم الخطوة وبقاء اللعب من الصفوف الفريق شاهد أمير مرتضى مصور والدي تعبان بسبب محمود الخطيب ومش مسامحه دخلت ثلاثة واندية خلجية في صراع مع فريق الهنل السعودية الحصول على خدد جح اللعب التونسي في التتويج مع المرد الأحمر بسبعة تعصر لقبا أبرزها دور أبطال أفريقيا في ثلاثة مناسبات إضافة إلى دور المصري خمسة مرات والسوبر الأفريقي في مناسبتين أول تصريح من أحمد سيد زيزو على قرار مغادرة نادة زمالك إلى الأهلي بعد مبارات قرر المغربي محمد الشيبي لعب فريق الكرة الأول بنادي برامدز مقادات حسين الشحات لعب الأهلي بعد وقعت استاد الدفع الجو في المباراة التي جمعتهما أمس لحد وكشف مسؤول نادي برامدز أن اللعب قرر أن يسلك مسلقا قانونيا آخر للحصول على حقوقه كاملتنا وأن نادي برامدز يدعمه بكل قوة في أي خطوة يتخذوها في هذا الشأن وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنصيق مع إدرات المسابقات إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير رياضي في مبارات الأهلي وبنامدز طبقا لقائمة العقوبات وكان حسين الشحات قد دخل في مشاهدة مع محمد الشيبي مدافع برامدز في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في الدور وانتهت بفوز السماوة على المرد الأحمر بثراثية لينهي برامد سلسلة لا هزيمة للناد الأهلي محليا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر وذلك بعد 39 مباراة محلية خضى الأحمر تحت قيادته مصدر في الأهلي يكشف حقيقة رحيل علي معلول إلى الدور السعودية كشف مصدر مسؤول في الند الأهلي حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن رحيل ظهير أيسر الفريق الدولي التونسي علي معلول إلى الدور السعودية وربطت تقارير في الساعات الماضية بين علي معلول وبين الانتقال إلى دور السعودين المحترفين الذي يشهد تطورا كبيرا في الموسم الجديد بضم كوكبة من نجوم العالم كما ربطت بعض التقارير الأخرى بين اللعب وحد الاندي القطرية وكتب موقع فوت 24 تونسي رياضي أن علي معلول قرر رحيل إلى دور السعودية بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد أنديته وقال المصدر في تصريح خاص للمصر اليوم علي معلول مرتبط بتعاقد مع النادي الأهلي ولم يبلغنا بالرحيل ولم نتلقى يعرود لضمه من أي ناد سوى سعودي أو قطر أو من أي مكان وضف المصدر معلول أحد العناصر الأساسية في الاهلي وهو سعيد هنا في مصر وبات من قادة الفريق ورفض في الموسم الماضي عروضا مغرية للرحيل وإدارة الأهلي تقدر معلول جيدا وبات أحد أبناء النادي المخلصين حقيقة عرض الأهلي ببيع حسين الشحات بسبب أزمة الشيبي كشف العلمي أحمد شبير حقيقة الأنبال التي ترددت مؤخرا عن عرض النادي الأهلي للعب حسين الشحات للبيع خلال الساعة الأخيرة وذلك بسبب أزمة الشحات مع محمد الشيبي لعبو برامنزا وقال شبير عبر برنامجه الإذاعي مع شبير على إذاعة أونسبورتي في إيمبا السوشيال ميديا وبعض القنوات أعلنت أن الأهلي قرر عرض أحسين الشحات للبيع رغم أنه لسه مجدد له من كاميون بسبب أزمة الشيبي هذا كلام غير صحيح تماما وضعوا مشلس الإدارات أن تفعل ما تره مناسبا دون أن تنصاق وراء السوشيال ميديا والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات هل سيرحلوا أحمد سيزيزوا عن نادي الزمالك وينتقلوا إلى النادي الأهلي لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي